أكرم توفيق أكرم بص يعني هفجعلك بس شوية قبل كده المعسكة بتاع النمسا كان لسه أمام عشور ما لعبش معالها خالص فيه لعيبة كالها كبيرما ما بتيجي بيتبني عليها تشكيل منهم أمام عشور دلوقتي في النادي الأهلي أكرم مع مرس الكولة ومش من النوعية دي يعني أكرم موجود في النادي الأهلي لكن حتة أنه يلعب أساسي أو يتبني عليه تشكيل دي مش هتبقى موجودة في ولاية مرس الكولة يمشي وارك جدا ممكن يطلق أعارة مش بعيد يعني طب لو دي رغب لكن هو طلب أنه يمشي أو مثلا مرس الكولة أقلنا مش عايزه ده ما حصلش طب لو مرس الكولة حطه خيار أخير سواء في نص المنى أو في مركز الزهير الأيمن وأكرم توفيق عايز هو نفسه يطلق أعارة عشان لو ملوش مكان في النادي أكرم عايز بوحي متخب فهو لو ملعبش مع مرس الكولة حيطلب أنه يمشي ده أي لعيب في الدنيا دولي مش حيلعب حيطلب أنه يمشي بس فهو أكرم لو الدنيا ما مش هيتش معاه وارك جدا لجنة التخطيط في النادي الآلي موقف أي من ده؟ مين؟ لجنة التخطيط لجنة التخطيط بس هي ضرع زي ما أقوله استشارية الناس بعضهم متخيلة لجنة التخطيط دي بتقول واحدة بس بتقدم التقريب لكابت المحمول الخطيب وهو اللي بيأخذ القرار مع شركة الكولة